الناس هي فكرة صعبة في التعامل معي انت خيل زوجته بتعمل ايه لو هو كل يوم دخل قفل على نفسه بابل قوضة هو غالبا برضو ما بيرتحش في التعامل الابتماعي لما احتاجته لقيته وستقيف موقف محدد جدا بعد كده يرجع للأفلة اللي هو قفلها على نفسه عنده قناعات شخصية الاختلاط بالناس ممكن يعمل مشاكل لو الناس عارفت عني حاجة ممكن تستغلني ممكن يطلبوا مني حاجات زيادة عن التقطي خليني ابدا عن كل ده ان انا مرتاح لوحدي لكن لو انت مثلا حد تعبان من جيران وخبط عليه هينزل ويروح مع مستشفى ويساعدوا ويخدموا كده بس دي هتبقى ظرف مؤقت لكن مش ده الطبيعي بتاعه وفرافر لو حاس ان فيه مشاكل في البيت بس تصرف انت لحد ما تطلبي مني ان انا تدخل ساعتها تكتشف انه هنا فيه راجل ممكن يعمل حاجة طب هل احنا لينا طريقة لتعديل السلوك يعني لو حد يعاني من المشكلة دي ازاي يقدر يتغلب عليها ويرجع تاني بشكل ايجابي ومتفاع انت بتحاولي يعني تشدي للطرف ده انه يبقى طبيعي لانه فيه واجبات اجتماعية لازم نعملها ماينفعش مثلا يبقى ابنك تعبان وانتي تنزيل للدكتور وقصه قاعد مستنية تبقى 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 تطمنيه بالتليفون ليه؟ حتى لو انا شخص ما بحبش الاختلاط ما بارتحش فيه بس لازم اعرف ان فيه حد ادنى من التعامل اللي يخلي حياتنا ميسرة ان واجبات عليها لازم اعملها حمم